اشتركوا في القناة ضمن خطة التعافي الاقتصادي في اطار الرؤية الثاقبة لسموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة سموه على اطلاق عدد من مبادرات الهادفة الى تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين ضمن خطة التعافي الاقتصادي اعلن مجلس الوزراء في اجتماعه هذا الاسبوع موافقته على اطلاق منصة استثمار الاراضي الحكومية وتعد منصة استثمار الاراضي الحكومية باعتبارها احدى المبادرات التي تم الاعلان عنها ضمن خطة التعافي الاقتصادي في عام 2021 حيث سيتم من خلال المنصة حصر واستعراض الاراضي الحكومية المتاحة للاستثمار ومن منطلق حرص حكومة مملكة البحرين على تعزيز الشفافية في التعاملات وتحقيق الاهداف التي تصب اليها خطة التعافي الاقتصادي سوف تتيح منصة استثمار الاراضي الحكومية اتاحة بيانات الاراضي الحكومية ونوع الاستثمار المطلوب للراغبين في استثمارها من القطاع الخاص اذ يعتبر القطاع الخاص شريكا مهما في عملية التنمية الوطنية وستسهم المنصة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكل منصة استثمار الاراضي الحكومية نقلة نوعية لارتقاء بمخرجات القطاعين العام والخاص فوفق التعاون من اجل التنمية والاستثمار يتحقق جوهر خطة التعافي الاقتصادي في تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين